البيتاسيل بيكون دورها ان بتفرز الانسولين وابدائيا الانسولين بيشتغل على 3 اماكن مهمين جدا اول مكان بيشتغل على الكبد تاني مكان بيشتغل على العضلات الهيكلية العضلات بتاعت جسمنا تالت مكان بيشتغل على الانسجة اللي بيتخزن فيها الدهون يبقى اذا لو فكرنا كده في شغل الانسولين هنلاقي ان الانسولين دور مهم جدا انه يخلي سكر الدم مظبوط بيحصلش ارتفاع في نسبة السكر في الدم ويدخل السكر داخل الخلايا في العضلات وفي الانسجة الدهونية الانسجة اللي بتخزن الدهون وكمان ليه دور مهم انه هو يحرق الجلوكوز ده يطلع علينا طاقة عشان تدي الجسم بالطاقة يبقى الانسولين من الهرمونات البناءة اللي بتساعد في نمو الجسم وفي نفس الوقت تدينا الطاقة شوفنا في الفيديو اللي فات دور الانسولين واهميته في جسم الانسان وازاي بيزبط نسبة السكر الموجودة في الدم بالاضافة الى كون الانسولين هرمون بناء بيساهم بشكل اساسي في بناء الجسم يعني الانسولين من الهرمونات المهمة جدا لشغل جسم الانسان واللي ما شافش الفيديو اللي فات ياريت يشوفه اللينك موجود لان المعلومات زي ما اتفقنا مترتبة على بعض ومن هنا نستوعب ان لو في مشكلة في الانسولين سواء في الافراز يعني سواء كان في افراز الانسولين من البنكرياس نفسه أو في شغله على مستقبلاته يعني الانسولين موجود بس مش قادر يشتغل على المستقبلات بتاعته اللي موجودة على الخلايا في الحالة دي هيحصل فيه ارتفاع في نسبة سكر الجلوكوزي اللي موجود في الدم عن الحد الطبيعي بشكل كبير ارتفاع نسبة السكر اللي موجودة في الدم ده بنسميه مرض السكري يبقى اذا لو جينا عرفنا يعني ايه مرض السكري او السكر هو عبارة عن ارتفاع في نسبة سكر الدم سكر الجلوكوزي اللي موجود في الدم بيرتفع بشكل واضح جدا عن الحد الطبيعي بتاعه ده بيكون بسبب يا اما في مشكلة في افراز الانسولين الانسولين بيفرز بكميات قليلة قوي او ممكن يكون البنكرياس ما بينزلش انسولين اصلا مفيش افراز للانسولين من الاساس او ممكن يكون الانسولين بيفرز من البنكرياس ولكن في مقاومة في مشكلة في شغل الانسولين على مستقبلاته فالسكر بيفضل موجود في الدم مش قادر يدخل الخلايا وعدم قدرة شغل الانسولين على مستقبلاته ده بيسمى مقاومة الانسولين اعتقد المصطلح ده ممكن نكون سمعناه بشكل كبير قوي واحنا ممكن نعمل فيديو مخصوص عن مقاومة الانسولين لان الموضوع ده فيه يعني تفاصيل كتير جدا وبالتالي نقص الانسولين او انسولين موجود ومش قادر يشتغل على مستقبلاته ده بيؤدي الى ارتفاع نسبة السكر في الدم وفي الحالة دي بيحصل مرض السكر ومعلومة نعرفها ان عدد الناس المصابة بالمرض السكر على مستوى العالم تقريبا اكتر من 440 مليون شخص طيب هل مرض السكر ده نوع واحد لا احنا عندنا فيه اربع انواع من مرض السكر فيه عندنا سكر من النوع الاول فيه سكر من النوع التاني وفيه سكر الحوامل وفيه نوع رابع بيسمى الاخرى اخرى يعني بيكون فيه بعض المشاكل اللي بتؤدي الى حدوث مرض السكر ولكن لا يصنف ان هو نوع اول ولا تاني ولا سكر حوامل فبيجمعوهم مع بعض وبيسموهم others او المجموعة الاخرى احنا في الفيديو ده بشكل اساسي هنركز على سكر النوع الاول اول معلومة عايزك تعرفها ان نسبة المصابين بالسكر من النوع الاول بتمثل تقريبا من 5 ال 10% من اجمالي ال 440 مليون او اكتر من 440 مليون يعني 5 ال 10% من نسبة المصابين بالسكري على مستوى العالم كله في النوع ده من مرض السكر بتلاقي طبعا ان فيه ارتفاع في نسبة السكر الموجودة في الدم وده بيكون بسبب نقص شديد او غياب تام للانسولين في جسم الانسان خلايا بتا الموجودة في البانكرياس اللي بتصنع وبتخزن وبتفرز الانسولين بيحصل فيها دمار طيب ليه بقى بيحصل فيها دمار قالوا ان فيه سببين ممكن يؤدوا الى الدمار اللي بيحصل في خلايا بتا المسؤولة عن افراز الانسولين السبب الاول ممكن يكون بسبب مشكلة مناعية يعني بنعتبر ان السكر من النوع الاول مرض مناعي يعني ايه مرض مناعي؟ يعني بنلاقي ان جسم الشخص بيبدأ يكون اجسام مضادة الاجسام المضادة دي بتروح تهاجم خلايا بتا وبتبدأ انها تدمرها بالتدريج شوية في شوية بنلاقي ان خلايا بتا بدأت يعني تنقص في العدد وبالتالي نقص في نسبة الانسولين الموجودة في الدم مقابلها ارتفاع في نسبة السكر الموجودة في الدم تفضل خلايا بتا تنقص في العدد لحد تقريبا ما بتوصل ان نسبة الضمار لستين الى تسعين في المية من خلايا بتا بتدمر بنلاقي في الحالة دي إن حصل نقص قوي جدا وبالتالي بتبدأ تظهر أعراض المرض على الشخص طيب السؤال هنا ليه الشخص أو المريض ده بيتكون في جسمه الأجسام المضادة قالوا إن بيكون الشخص ده عنده استعداد جيني يعني فيه عنده بعض الجينات الجينات دي بتؤدي إلى إن الشخص ده لما بيصاب بعدوة معينة قد تكون العدو دي عدوة فيروسية فيروس معين زي الروتافيروس أي فيروس ممكن يعد الإنسان ده أو ممكن يعني يتعرض إلى أي مثلا مشكلة موجودة في البيئة المحاوطة على أي توكسن معين أي مادة غريبة ممكن تؤدي إلى نشاط في الجهاز المناعي بتاعه بنلاقي إن المريض ده اتعرض إلى العدوة المعينة دي وهو أصلا عنده استعداد جيني بيبدأ خلايا جسمه المناعية بتكون أجسام مضادة الأجسام المضادة دي بتروح تهاجم خلايا بيتها الموجودة في البنكرياس ده السبب الأول أو المشكلة الأولى اللي ممكن تؤدي إلى حدوث السكر من النوع الأول اللي هي المشكلة المناعية قالوا إن فيه سبب تاني ممكن يؤدي إلى ضمار في خلايا بيتها سموه إديوباثك يعني سبب غير معروف مش عارفين ليه خلايا بيتها بيحصل فيها ضمار بس النقطة دي بتكون بعيدة عن المشكلة المناعية طب مين الأكثر انتشار فيهم؟ لا الأكثر انتشار فيهم هو المشكلة المناعية اللي بتؤدي إلى تكوين الأجسام المضادة اللي بتهاجم خلايا بيتها وبالتالي بتؤدي إلى حدوث مشكلة السكر من النوع الأول مؤخراً في بعض الدراسات بتقول إن فيه بعض الظروف اللي ممكن يتحط فيها الشخص وتخليه معرض بشكل كبير لحدوث السكر من النوع الأول يعني تؤدي إلى نشاط في الجهاز المناعي زي ما اتفقنا الظروف دي زي إيه؟ قالوا إن الطفل الصغير ده لو تعرض إلى حليب البقر بدري يعني لو كان طفل صغير وأمه بشكل سريع بدأت إن هي تديله حليب البقر يعني في وقت بدري من عمره ده بيخليه عرضة لحدوث مرض السكر من النوع الأول كمان بيقال إن لو الطفل الصغير ده مفيش رضاعة طبيعية ده برضو بيخليه عرضة لحدوث مرض السكر من النوع الأول في بعض الدراسات بتقول إن نقص فيتامين دال بشكل قوي قوي بيخلي الشخص عرضة إلى حدوث السكر من النوع الأول ونقطة فيتامين دال دي يعني هم ممكن تكون تكهنات ممكن يكونوا مش عارفين الموضوع بشكل أساسي أو الدراسات لسه مش مكتملة ولكن لقوا بشكل واضح قوي إن الطفل وقت التشخيص بالسكر من النوع الأول بيكون عنده نقص شديد في فيتامين دال فهل يكون نقص فيتامين دال لي علاقة؟ ولا لا لسه الدراسات على الموضوع ده مازالت مستمرة نفس الكلام دراسات على موضوع حليب البقر على موضوع الرضاعة الطبيعية كل دي تحت الدراسات ولكنها بيقال إن هي ممكن تكون من العوامل اللي بتؤدي إلى حدوث السكر من النوع الأول والإحصائيات بتقول إن اللي بيصابوا بالسكر من النوع الأول بيكون عمرهم دايما أقل من 30 سنة وتحديدا أكتر أقل من 20 سنة يصيب الأطفال يصيب الشباب الصغير أقل من 20 سنة ولكن برضو ممكن يحصل في أي عمر ولكن النسبة الأكبر النسبة الأكبر من النوع الأول بتحصل قبل عمر 30 سنة المصابين بالسكر من النوع الأول بتظهر عليهم أعراض واضحة جدا والأعراض دي ممكن تظهر يعني في أيام في أسبوع أو أسبوعين بتلاقي إن الأعراض واضحة بشكل كبير جدا إيه الأعراض؟ أشهر وأكتر حاجة بتلاقي إن الشخص بيشرب كمية مية مهولة في بعض الناس بتقولك إن الشخص مثلا أو طفله صغير كان أخره إزازة صغيرة على مدار اليوم بيشرب إزازتين 3-4 كبار فبتلاقي إن فيه شربه مية بشكل واضح جدا السبب في كده إن نسبة السكر المرتفع بشكل واضح جدا في الجسم بتلاقي إن السكر ده بينزل في البول وبالتالي بيسحب وراء مية فبتلاقي إن الطفل بيفقد كميات كبيرة جدا من المية في البول ده بيخليه عطشان وبالتالي بدأ يشرب كميات كبيرة جدا من المية النقطة الثانية بتلاقي إن الشخص رايح جاي على الحمام بنسب كبيرة جدا طول الليل تقريبا رايح على الحمام فبتلاقي إن عدد مرات دخوله الحمام بتزداد بشكل واضح قوي النقطة الثالثة بتلاقي إن الشخص ده بيجوع يعني ممكن يكون واكل بعدها بساعة يقولك أنا جعت الكلام ده بيكون بسبب إن الإنسولين يعني قليل جدا في الجسم وبالتالي الشخص الدم بتاعه مليان بالسكر بس مش قادر يستفيد به مفيش يعني الخلايا ما بتتغذاش بالسكر اللي مالي جسمه كاملا وبالتالي بتلاقي إنه بيحسب الجوع النقطة الثالثة بتلاقي إن الشخص بيفقد وزنه بشكل سريع جدا طيب ليه بقى بيفقد وزنه إحنا اتفقنا إن الإنسولين من الهرمونات البناءة بيدخل السكر للخلايا اللي بيهمنا بشكل أساسي العضلات والخلايا اللي بتخزن الدهون لما الإنسولين بيدخل الجلوكوز لداخل الخلايا دي بيبدأ الجسم النوع يستفيد بها بشكل واضح جدا وبالتالي الوزن بيزيد وخلاص بياخد الطاقة من الجلوكوز طيب إحنا اتفقنا إن السكر من النوع الأول فيه نقص قوي جدا أو غياب تام للإنسولين هل الشخص ده هيستفيد بالسكر الجلوكوز اللي مالي جسمه ومرتفع بشكل واضح جدا أكيد لا في الحالة دي الجسم بيبدأ يفكر في مصدر تاني للطاقة هيدور على مين؟ هيدور على البروتين البروتينات اللي موجودة في العضلات والدهون اللي موجودة في الجسم ويبدأ إنه هو يكسر فيها عشان يعيش عشان ياخد طاقة من أي مصدر وبالتالي في الحالة دي بتلاقي إن الجسم بدأ ينزل في الوزن بشكل واضح جدا علشان كده بتلاقي إن الشخص وقت التشخيص بتاع السكر من النوع الأول بتلاقي إنه هو نحيف جدا بيسموه ثن لين يعني بيكون يعني يقول لك يتشفط وزنه نزل بشكل واضح جدا في أيام أو أسابيع في وقت قصير من بداية إن الأعراض بدأت تظهر عليه كمان بتلاقي واضح قوي الإجهاد يعني بتلاقي إن الشخص مجهد بشكل واضح جدا سواء كان طفل سواء كان شاب صغير لأن طبعا ما فيش طاقة يعني الجسم تقريبا ما فيهوش طاقة لأن السكر المصدر الرئيسي للطاقة لم يستغل والجسم مش عارف يستغله فيه نقطة مهمة جدا لازم نركز عليها ونعرفها السكر من النوع الأول زي ما اتفقنا الجسم مش عارف يستغل الجلوكوز ودور على مصدر تاني اللي هي الدهون ناتج تكسير الدهون ده بتؤدي إلى حاجة بنسميها الفاتي أسدز أو الأحماض الدهنية جزء من الأحماض الدهنية دي الجسم بيستغله عشان يدي طاقة عشان الجسم يقدر يتحرك ويعيش يعني يحاول أنه يعيش بالأحماض الدهنية دي ولكن جزء منها كبير بيتأكسد إلى حاجة بنسميها الكيتونز الكيتونز أشهرها الأسيتون يعني بنلاقي أن المريض سكر من النوع الأول الدم بتاعه بدأ يتكون فيه أسيتون ومش أسيتون بس في مادة كمان بنسميها البتا هيدروكسي بيوتيريك أسيد الموادي دي للأسف بتعمل حموضة في الدم والأسيتون بيبدأ أنه ينزل في بول المريض فالمريض ده لو حللنا البول هنلاقي فيه أسيتون بالإضافة إلى أن لو المريض ماهتمناش بالأعراض واستمر فترة الحموضة اللي بترفع في الدم دي ممكن تؤدي إلى حاجة بنسميها الحموضة الكيتونية تؤدي إلى حدوث غيبوبة لقدر الله كمان الأسيتون لأنه بيؤدي إلى حموضة في الدم الجسم بيحاول أنه يعمل نوع من أنواع التوازن عايز يطلع عايز يقلل من الحموضة دي فبتلاقي أن الشخص ده بدأ عنده التنفس بشكل سريع حاجة بيسموها الكوزمول ده بيؤدي إلى تنفس بشكل سريع فبتلاقي أن النفس اللي بيطلع ده عشان يطلع ساني أكسيد الكربون الجسم بيحاول أنه يقلل من الحموضة بإخراج ساني أكسيد الكربون من الجسم فبتلاقي أن النفس اللي طالع ده لأنه مليان بالأسيتون فأنت ممكن تشم ريحة الأسيتون عند هذا المريض فإذن ممكن بنضيف إلى الأعراض كمان في بداية التشخيص إن بنلاقي الأسيتون أو الكيتونز موجودة في البول بتاع المريض ولو الحالة يعني اتأخرت شوية ممكن تشم ريحة الأسيتون في نفس المريض طيب علاج السكر من النوع الأول إن شاء الله يعني هندخل في الأدواب التفصيل بعد كده ولكن بشكل مختصر جدا علاج السكر من النوع الأول بيكون الإنسولين لازم المريض ده ياخد إنسولين ليه؟ إحنا في البداية خالص اتفقنا إن النوع ده بيكون فيه غياب تام أو نقص شديد جدا في نسبة الإنسولين الموجودة في الجسم وفي الحالة دي لازم تعود بإنسولين خارجي وبالتالي بيكون العلاج للنوع الأول هو الإنسولين ومفيش غير الإنسولين لأنه هو لازم نعود الهرمون إلى ناقص في الجسم فيه نقطة بس بتهمنا المريض السكر من النوع الأول في بداية التشخيص هل يعني إحنا عارفين طبعا إن يعني السكر لو مش متزبط وعلى المدى الطويل بيؤدي إلى مشاكل على الشبكية على الكلا على القلب للأعصاب الحاجات اللي كلنا عارفينها أو بنسمع عنها طيب هل مريض السكر من النوع الأول وقت التشخيص؟ هل نفحص العين؟ هل نفحص الكلا؟ هل محتاجين إن إحنا نعمل الفحوصات الشاملة دي؟ لا، غير موصّة إن إحنا نعمل الفحوصات دي لأن إذا ما اتفقنا إن الأعراض بتظهر في أيام في أسابيع لسه بيكون المريض جسمه لسه يعني ما حصلش فيه أي مشاكل وبالتالي لسه مدخلناش فيه المضعفات وكل التوصيات بتقول إن لا إحنا مش محتاجين نعمل أي فحوصات إذا كان سكر من النوع الأول لأن يدوب لسه المرض طازة لسه السكر يدوب مرتفع في الجسم من أيام من أسابيع من يدوب لسه بيقول يا هادي زي ما بيقوله على عكس طبعاً زي ما هنشوف السكر من النوع الثاني اللي ممكن يكون المريض عنده ارتفاع في نسبة السكر في الدم من سنين وهو مش عارف علشان كده في النوع الثاني زي ما هنشوف بيوصّى إن هم يعملوا الفحوصات دي مع بداية التشخيص لدرجة إن ممكن أصلاً يكتشفوا السكر النوع الثاني ده بالصدفة عند مريض جايب بمشاكل جلطة في الدماغ جايب بمشاكل على القلب جايب أي مشكلة أو مضاعفات من مشاكل السكر من النوع الثاني ويكتشفوا بالصدفة إنه عنده مرض السكر من النوع الثاني ده كان أهم النقط اللي عندنا في الفيديو النهاردة وبإذن الله في الفيديو اللي جاي نتكلم عن السكر من النوع الثاني شكراً